السلام عليكم وياكم حسين البياتي مختصر اجهزة كشف الذهب ومعدات التنقيب وايشي متعلق بالذهب الخام اليوم اللي راح اشرح لكم اياه الادوات اللي مريت بيها واللي استخدمتها معاناتي ويا الكاميرات وشون تصور وشون ما تصور اول 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 نقطة اللي هي اهم شي اهم من الكاميرا انه يكون عندك محتوى انت فاتح القناة تريد تصور اهم شي يكون عندك محتوى يفيد الناس او محتوى يجذب الناس واحد اثنين لما نتصور الكاميرا مو اهم من المايك المايك اللي قاعدين المايك اللي تستخدمه هو اهم شي اسا حالين الصوت انتو تسمعو الصوت موشوش بي صدع بي ايكو فلازم تستخدم مايك المايك اللي استخدمه هذا المايك بس حالين رابط المايك العادي فاريد اشوف كل العدة اللي انا استخدمها ما عندي مايك اكثر فهذا المايك سعر تقريبا 15 دولار جدا رخيص من بويا وينفع للكاميرا وينفع للتليفون اهم شي اذا انتو مستخدم ايفون تشتري هذا القطعة اصلية هذا القطعة اغلى من المايك اهم شي تشتريها لان انا بالبداية اشتريتها وظل تحاول احاول احاول ما اشتغل القطعة المقلدة او الصينية راح تجيب تستلم بس صوت فهذا القطعة اهم شي تشتريها اصلية وهذا المايك لابده منه الخطوة الثانية بشنو اصوره بجوفرو ام 50 سوني نايكون الكاميرات العملاقة والارقام العملاقة اللي نشوفها اذا عندك تليفون حديث فهذا قاعد اصور بايفون اكس وهذا الاكس ار غالبية الفيديو بالاكس ار وكان قابل اصور بالسفن اذا تشوفون فيديوهات القديمة اهم شي اللي تقدمه محتوى مفيد يعني فيديوهات عندي فيديوهات واصلة تقريبا راح توصل ال 4 مليون ومصور بالكاميرا وبالايد وماشي اهم شي المحتوى يجذب الناس ويفيد الناس فش نختار راح امطيكم تجربتي انش نتصور بالتليفون قعدت دور بالروفيوهات قالت الفوركي حجة الفوركي سوى الروفيو ورفع الالغورثم اريد اكبر قناتي اريد اوصل الى اكبر عدد ممكن فقلت لازم اشتري كاميرا شي اشتري شي اشتري انا اطلع بره هواي مسافر تراب مي مطر دنيا لازم جو برو انا غالبية الوقت بعد اكون داخل المكتب اخد اصور ريفيوهات احتاج كاميرا بالايد تماما شفت هذه اول شي اجبتني سعرها مقبول اقريبا مية وعشرين دولار اشتريتها هذه ما تفيدك لما تريد تصور فيديو شرح هذه تفيدك لما تريد تصور شي هذه تفيدك لما تريد تصور سيارة عندك سيارة راقية تريد تصورها تريد تصور اعلان المنتج عندك هذا الكاميرا تريد تسوي لها بداية قبل الرفيو تصور منتج تصور بها تقريبا ثلاث فيديوهات او اربع فيديوهات منزلهم عن جي بي اكس 5000 الذكرة واللورنز زد وان فاستخدمت هذا حتى يصور لي بس البداية هذه ما انصح بيها تستخدمها كتصوير مثل اللي هسه قاعدة سوي غير مفيدة بس مفيدة لما تريد تصور شي مثل تريد تصور سيارة تريد تصور منتج عندك اعلان الشي معين تاخذ تاخذ يعني كم ثانية يدخلك انترو هذا مفيد غير شي بالتصوير انك تمشي وما تمشي وصور راح يستبتلك بس الكاميرا لا اكثر اللي بعده جو برو والM50 اظن الM50 اشهر كاميرا موجودة بالسوق واكثر الرفيوهات والحاجة عليها كاميرا جبارة كاميرا حلوة عندك الكاميرا تقلوب تقدر تشوف لما انت تتصور الكاميرا ترجع تطبق وزنها خفيف حجمها صغير يعني تشوف يجب قد تقريبا شوي اكبر من وقول بحجم باوربانك وهذا تنحط كله بجنطة صغيرة تقدر تشيلها استخدامها سهل مو صعب بس اكو نقطة انا قبل لا اشتريها قالت اريد كاميرا اللي تكون 4K وهاي الكاميرا فعلا 4K بس بالواقع لا انسى لموضوع 4K ما تحتاجه الالتغرادم يزيد والمعرف شنو يزيد المعرف شنو اليوتيوب يكبر اذا انت صورت 4K غالبية الناس شاشاتها ما بيها 4K يعني اساني ابو التكنولوجيا وبابل هالامور عندي XR والX اتنين هم شاشاتهم ما بيها 4K وذاك مكسورة حاطة شاشة صينية بعد فه هذي الكاميرا ممتازة للتصوير الفيديوهات سيئة بتصوير الصور بالفيديوهات ممتازة الاوتو فوكسينج مالتها كلش حلو تقدر تركبلها مايك انتبه لي اكو كاميرا كانون سيتسمها يمكن 3400D يمكن ما متأكد بيها موصلة مالمايك بس اللي صغيرة هذا مو مايك هذا مالريموت تاخد بيه صور بسالفة عدبتني كثر من شهرين ماقدر توصى لها فتريد تطور بالقناة تكبر بالفيديو بالمحتوى اللي تريد تصوره صوره افضل فوكسينج افضل دبث ينطيك التقويش بالعربي هذي الكاميرا زينة وسعرها جدا مقبول يعان مشتريها ب2000 درهم 2000 درهم بحدود 400 وشوية دولار 500 دولار نقطة اخيرة بالكاميرا هذي لما تشتريها لازم تشتري الميموري كارد يكون يسمو Extreme Pro اللي هو يجي قوي مو اي ميموري كارد ينبع طبعا الناس اللي تفتهم بالكاميرات راح تشوف هذا الرفيو بس هذا اللي مريت بيه انا ما فتهم بالكاميرات فهذا دعم قل لكم تجربتي نجي للجو برو الجو برو كأنك تصوى الرفيو هيت وتوقف وتحكي ويياها اول شي راد لك مايك ادافتر اللي هو هذا طولت ثلاثة شهر يلا قدرت تحصل عليه فاريت دبي كلها ما لقيته دورت الاونلاين كله بدبي ما لقيته الجو برو بدون هذا كصوت ما تسوى فلس بدون هذا الادابتر ما ممكن تركب تحويل وتشكل على المايك العادي وتقول يلا راح يشتغل ما يشتغل بدون هذه ما تشتغل هذا القطعة انا حصلتها من صديقي من الصين جاب لي اياها وهذا القطعة اظن مو اصلية بس شغاله وامورها تمام وين تتحصل هاي القطعة تتحصل بهونغ كونغ بهونغ كونغ واني لما جنت هناك موجودة واشتري شنت راح اشتريها وتعاندت ويا البيع اختلفنا على تقريبا 10 دولارات وما اشتريتها من هناك وجيت الدوي دفعت اغلى تقريبا 100 دولار بالكاميرا وبهالي لا هذي هدية ايجتني بس هي هاي سعرها اكثر من 100 دولار بدبي هاي القوبرو هاي القوبرو هاي القوبرو حجم حيالي للسفر هاي القوبرو رهيبة اذا انت مسافر هاي انصحك بيها خاصة تكون سفرتك اوتدور تريد تاخذ صور تريد تاخذ فيديوات منطقة تدري بيها الكاميرا راح توقع ما توقع ما تحتم كاميرا كلش قوية ممتازة للفيديوات التصوير الاشياء يعني صورتان بيها بالتزلج طلعنا بالجليد الشمس كلش قوية الكاميرات مع التليفون كلها تغوش والاوتو فوكسينج يصير تعبان هاي رهيبة بالصور بعد كانت رهيبة لما تكون الاضاءة جدا قوية ما انصح بيها بروفيو مثل هال تصور بيها رفيوات ما انصح بيها يعني منو تصور هيج بهذا الاضاءة الالوان ما راح تعجبك كوالتي ما الفيديو ما راح اعجبك لازم لها اضاءة جدا قوية وبيها تنعيم الوجه بشكل هم شوية مزعج فهذا الكاميرا انصح بيها للناس اللي تسافر الناس اللي شغولها برا لا بد منه بس اذا انت صاحب قناع وتريد تصور اندور راح تحتاج يا اما كاميره الموبايل اول كاميره الموبايل قاعدة تطور في شكل قوي جدا يا اما مثل هالكاميرا واذا عندك فلوس اكثر تطور اكثر بالنسبة لهذا المايك هذا المايك فاشل ما انصحكم بيه من بوية تريد تشتري اظن الروت بس الروت سعره تقريبا 200 دولار الاشياء الثاني اللي اخواي يستخدمها هذا الترايبود هذا الترايبود اشتريتها من هون كونج بعد قبل ازمتك هونه شوف ايش غد صار بسرع يتركب يتطبق اسرع شي وعندك هذا القطعة يعني احنا ندور ذهب هذا يركبها على العصايا وركب له هذا القطعة وركب الكاميرا اللي اريدها والموبايل او اي شي اريده راح تركب العصايا تركبها بالطاولة اي مكان تريدت تركب تركب عليها الجو برو تركب عليها كاميرتك تجيب الستاندر الصغير وتركبها كلش سهله واخر خطأ انا وقعت به اشتريت جنطة صغيرة كاميرات هاللي هي هاي الجنطة مخصصها مع الكاميرات بيها الترتيب الداخلي ما انصح بيها ما تكفيك اذا عندك ثلاث كاميرا كاميرتين وتريدك فوربنك ما فوربنك هاي ما تكفيك اشتري جنطة عادية لتصرف الفلوس زايدة وبس اضم استفاديته ارخص النقاط فور كي هاي ما بيها فور كي ما تحتاج اه تريد تحول من كاميره موبايل الى كاميره افضل يا اما الام 50 يا اما السوني 6300 اظنه 6400 بس السوني اغلى من هاي تقريبا ضعف السعر هذا ما تحتاجها الجوبرو ما تحتاجها اذا تصور اندور تحتاجها اذا تصور اوتدور اذا انت مسفر وما سفر ممتازة اذا انت تفس هذا المكان ما انصحك بيها وشكرا اشتركوا في القناة